نهار ده كنت بفكر ازاي اتعامل مع احزاني في اليومين دول زمالك بيخسر رايح جاي من الوداد الاهلي بيخسر رايح جاي من سندونز والحالة صعبة الاهلي والزمالك اللي انا هفضل اقول كل شوية عندهم افضل تشكلتين في القارة الافريقية وبيخسروا رايح جاي في دور المجموعات الزمالك اليوم يودع رسميا بطول الدوري ابطال افريقيا بعد الفوز اللي عمله بفترة قتلت كل يوم على سجرادة والنادي الاهلي اه موقفه لسه لسه في ايده ويقدر يسعد بس ايه اللي بيحصل ده ليه ليه وقعد تفكر عشان بس ايه ملايش نفسي زي كل الناس ييجوا النهاردة يقولك اصلي موسيماني ما كانش جاي اصلي جوزبالدو فريرا ملحقش واصلي كارترون هو اللي بوص الفرقة واصله فيه لعب عينه ما بيديش للفرقة وفيه لعب عينه بيفكر في التجديد او بيفكر في الرحيل وفيه لعب الناحة التانية لسه مداش في الاهلي وفيه لعب اصلي مش بيلعب في مركزه فيه مليون كلمة ممكن تتقال لو هنحلل مبارتين والسلام بس هي الحكاية اكبر من كده وتستحق حلقات وهنتكلم في حلقات بس انا هقولكم افكاري افكاري وانت وافكارك بس في حقيقة الامر فيه مشكلة عندنا فيه مشكلة المشكلة دي بتقول ايه وهدقلك بالدلائل ان احنا عندنا لعبين باسعار خيالية لعبين باسعار يعني بتوازي اسعار لعبين بيلعبوا في اوروبا وفي دوريات كبيرة يعني تلاقي لاعب مثلا بياخد له 40-50 مليون جنيه في الموسم تلاقي لاعب بياخد 30-40 مليون جنيه في الموسم تلاقي لاعب بيجيله اعلانات زيهم في الموسم فالارقام دي تخليك تفكر هو انا اللعب اللي عندي ده انا مش عايزة حدد اسماء او اقول اسماء بعينها عشان هي على الكل هل اللعب ده بمستوى اصلا اللعب اللي بيلعب في اوروبا طيب هل احنا اللعيبة بتاعتنا لعيبة خيالية طيب لو هي لعيبة خيالية وعظيمة وتستهل الارقام دي ليه مجال هاش عروض اوروبية في لعيبة بتاخد الارقام دي ورجعت من اوروبا عشان مستوى ما كانش جايت في اوروبا طيب هم بياخدوا الارقام دي ليه عندنا ايه هو حجم المنافسة عندنا في الدوري عشان اللعيبة بتاخد الارقام دي طيب لو هتاخد الارقام دي عشان تجيب للأهل او الزمالك دوري ابطال افريقيا او بيرامدز والمصري بطولة الكونفيدرالية ممكن افهمها ممكن وان كان ده برضو مش مقياس عشان انت بقى اقل مجهود هتقدر تاخد البطولات داية بس لو ركزت واشتغلت كويس حتى بالمستوى او الامكانيات اللي عندنا طيب هي الازمة فين الازمة انه احنا بدون قصد مش بقصد او احنا على الاقل يعني فيه مجموعة كبيرة بتعملها بدون قصد وفيه مجموعة قليلة بتعملها بقصد اللي هي صفحات على السوشال ميديا اللي هو ادعم فلان واللاعب الاعظم واللاعب التاريخي وده ماردونا وده ميسي وده كريستيانو وده ريفالدو نقعد ندي مسميات اسماء لعبين عالميين على لعبين مصريين تمام فيه ناس بيعملوها قصد على بعض الصفحات السوشال ميديا ويتطلعوا لعب السماء وينزلوا لعب تاني الارض بس احنا كمان دايما نتحدث عن نجوم واسماء كبيرة بس ايه في حياة الامر اسماء كبيرة وسطينة في الدوري في الكرة بتاعتنا لما بنيجي نواجه فرق برا بما عندنا مشكلة عندنا مشكلة في ايه مش في كواليتي اللعبين في العقلية احنا لعبينا مستكفيين فنيا او انا كده كده لعيب عظيم انا كده كده لعيب كبير انا كده كده اسمي منور كل صفحات السوشال ميديا بس هو في حياة الامر انت لما بتلعب في الكارة الافريقية اللي المفروض المستوى منك كتير انت بيبقى مستوك ايضا قليل طيب انت بتلعب في الكارة الافريقية من المفترض ان الفرق الافريقية انت تلعبها دي معظمها تلععوا لعبيهم اللي هما الصف الاول في اوروبا اصلا يعني لعبيهم اشكايا بقول دائما قال لي وزمانك الاقوى اشكايا احنا لعبين وسطينة هنا ما بيطلعوش برا هما في وسطينة فاحنا لعيب الصف الاول عندنا بلعبوه في الفرق الكبير عندنا لكن هما لعيب الصف الاول بيطلعها في أوروبا فان ده فرنسية إيطالية ألمانية أسبانية إنجليزية احنا بنحتفظ بيهم هنا ودي كصة تانية هنتكلم فيها فاحنا من المفترض لعيبة صفة أول بس المنتاليتي العقلية ما بتحسسناش ان كل المباريات صعبة بنتلع بره فقر الأفريقية وهم بيموتوا على المطش وحاسنين انه مطش صعب ومهم احنا بنتعامل بفكرة انه انا كده كده احسن منه انا كده كده افضل منه فبناخد الصدمة ان احنا بنخسر من فرق من المفترض انها اقل مننا كتير طيب الازمة فين الازمة ان احنا بقلنا سنين فيه أفورة وفيه مبلغة في أسعار اللاعبين ودي كصة يعني كتلة بحثا ولازم البحث فيها يستمر ما نوقفش يعني بس هي كتلة بحثا انه أسعار اللاعبين مبلغ فيها أسعار اللاعبين مبلغ فيها ليه مش عشان معناش فلوس نقدر ندفع لللاعبين في نادي ولا النادي الفلاني لأ عشان هل هو يستحق الرقم ده ولا ما يستحقش طيب هل ده معناه ان احنا اللاعبين سيئين لا مش سيئين بس يلعبوا في لفل معين عشان كده واحنا بنفرح بمنتخبنا قوي وزيادة عن اللازم وبيلع في كلاس الأفريقية فرحانين عشان احنا عارفين انه اللاعب المصري ادى 3 او 4 اضعاف المستوى الطبيعي بتاعه فوصلنا للفاين ان المدرب اللي مع منتخب مصر ادى كواليتي شغل فني محترم فخليها نوصل للنهائي لكن على الورق على الورق والاسماء لا منتخب السنغال جيش من اللاعبين المحترفين في الاندية الكبيرة في اوروبا كوديفور نفس الامر منتخب النجيري نفس الامر المنتخب الكاميروني نفس الامر حتى المنتخب الغاني نفس الامر منتخب الجزائري نفس الامر ده سببه ايه ان احنا بنبالك في الاسعار خد بالك بقى بنبالك في الاسعار اللاعب المصري هنا في الدور المصري لو احنا ما دنالوش الرقم ده هنا في الدور المصري هيطلع في اوروبا فاحنا نستفيد كمنتخب مصر فييجي بعد كده لبنين نعم مع السنغال اه والد نحن نخسر يا مقرب عندنا عشرين تلاتين أربعين خمسين محترف وممكن نخسر من السنغال نخسر من كوديفون نخسر من اي منتخب وممكن نكسر بس ساعتها هنخش المباراة واحنا راس براس فمش محتاجين ندوس بنزين على الاخر عشان نوصل للمستوى اللي قدامنا لا ده مستوى أنا وده مستوى إكتو احنا في نفس الليفل لكن تيجي تقول لي هو احنا ليه ندفع قدام السنغال هو احنا ليه ندفع قدام كوديفور هو احنا ليه ندفع قدام المغرب والجزائر وكل المنتخبات دي ايوة عشان لو بكوالة اللعبين انت عندك محمد صلاح فارق عشان موجود في أوروبا من كتير احنا لعبتنا رجالة عندهم روح وعندهم حماس وان شاء الله هيبقوا موجودين في كس العالم بإذن الله بنفس الإمكانيات دات وهو ده اللي كسبنا طول العمر الروح والحماس بسي نفسي بقى نوصل لمرحية اللي هو ايه ايه قصة مش قصة روح وحماس قصة انه انا كمهارات وكامكانيات وكعقلية انا افضل من اي منتخب